اشتركوا في القناة ليهدية للمغاربة انتصار آخر ضد أليستر أوفرين قبل أن نتكلم عن تفاصيل هذا الموضوع نشاهد هذا المقطع إنه آليستر يريد أن يفزع أو يخوف بضرهاري من نزالهما المرتقد فقط أمزح لكن الحقيقة أريد أن أكون جريء وأريد أن أكون صريح في هذا الفيديو لماذا الناس لا تتحمس أو لم تتحمس لهذا النزال فكلما تكلمت مع صديق في الموضوع يقول هذا نزال فقط آليستر وبضرهاري يبحثون عن المال أو الناس بدأت تفقد ثقة في بضر سواء من ناحية الشك في النزالات هل تباع أو تشترى أو غير ذلك أو من ناحية أنهما يبحثان فقط عن المال فأريد أن أجد مبرر للناس هل فعلا هذا صحيح أم خطأ ومن حق كل شخص أن يبدي رأيه ولكن من رأيه لماذا لا نعطي بضر هذه الفرصة ربما تكون هي بداية الانتصارات ويكمل ما بدأه جمال بالصديق ويبدأ يتعافى المغاربة من هذه السلسلة من الهزائم المتتالية منذ فترة طويلة خصوصا لبضرهاري وفي الحقيقة لا يوجد دليل قاطع عند أي شخص أن بضر يبيع النزالات أو يقوم بتمديليات لكسب الأموال لكن نتمنى أن تكون هذه البداية بالنسبة للنزال فهو 8 أكتوبر غلوري في هذه المرة وضمن المنافسات المرتقبة أرادت استهداف جميع الجماهير ومن جميع الفئات وذلك لشعبية بضرهاري الكبيرة وكذلك شعبية أليستر أوفريم الواسع وكانت هناك العديد من الرسائل أعتدر لم أجد وقت للرد عليها هل سيلعب في نفس أمسية مع جمال بالصديق؟ لم يلعب في نفس أمسية ولا زال النزال حتى 8 في شهر 10 المقبل لكن أردت فقط أن أكون صريح معكم وأشارك معكم ما يقوله الناس وربما هذا الكلام لن تسمعه في قناة أخرى لأن الناس لن تستطيع أن تقول هذا الكلام عن بضر لكنها الحقيقة أنا أشارك معكم ما يقوله متابعي الرياضات القتالية لماذا بضر تغير؟ هل هي مشاكل خاصة؟ قلة تداريب؟ لماذا لم يعود كالسابق؟ وأنتم تشاهدون هذه المقاطع ستكتشفون أن عندهم حق في بعض ما يقولون بضر تغير بضر لم يعود كالسابق؟ لا ننسى أن أليستر أوفريم رغم أنه بلغ 42 سنة إلا أنه مقاتل عنيف ومن عادتها أن يتدرب وراء الكواليس فأليستر أوفريم دائما يريد أن يتدرب بعيد عن الأضواء وبضر هاري كذلك يستعد منذ فترة وأليستر يستعد لهذه المواجهة ويبقى بضر ملي كيك بوكسينج بلا منازع وكان في الحقيقة مقاتل لا يمكن أن ينساه تاريخ كيك بوكسينج وأما هذه الأشياء التي تروج مؤخرا فأرد فقط أن أرض على هذا الموضوع أبين بعض الحقائق ربما تخفى عنكم وأشكركم على حسن المتابعة كل الاحترام والتقدير لأبطال المغاربة وشكرا جمال بنصدق مرة أخرى على هذا الانتصار الذي أسعد المغاربة ونلتقي قريبا في فيديو مقبل إن شاء الله ودمتم سالمين والسلام عليكم